غزيرة هي الدماء التي نزفت على أرض تعز ومألوفة هي صرخات الضاربة في ضمير الإنسانية منذ عشرة أشهر لا تتوقف المشاف المتبقية في المدينة عن استقبال القتلى والجرحى ولا يمر يوم دون ضحايا من المدنيين أو المقاتلين في جبهة الحرب المدينة هنا ثلاجة موتى بينها وبين الحياة نبضة قلب فقط والمقاومة صوتها الصارخ التي تكافح من أجل فك الحصار الكلي عنها بعد فك الحصار جزئيا من الجهات الغربية هنا على أعتاب حي الضرمة أسشهد ستة مدنيين وجرح آخرون بينهم أطفال وهو الحي الذي شهد أكثر من مذبحة نتيجة قصف الميليشيا المكثف على الأحياء السكنية يكافح الأطباء من أجل إسعاف الحالات الطارئة وتأجيل حياة الكثيرين من الضحايا لكنهم يفتقرون للوازم الطبية الكثيرة بما في ذلك الأكسجين يحاول المواطنون العودة إلى ديارهم في المناطق المحررة بالمدينة لكن مشكلة الألغام التي خلفتها الميليشيا متزال عائقا أمام استثباب الوضع والأمان الشخصي للناس يحضر القلق من انفجار لغم أرضي أو قذيفة في أي وقت وفي أي مكان بنسب متفاوتة لكنه يصير جانبا من يوميات القاطنين في هذه المدينة منظمة أطباء بلا حدود قالت إن أكثر من أربعمائة جريح منهم مدنيون سقطوا في القتال الدائرة خلال الإسبوع الماضي وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود إن المرضى الذين يأتون إلى غرف الطوارئ يعانون بشكل أساسي من إصابات ناجمة عن الغارات الجوية والانفجارات والعيارات النارية والقناصة ومؤخرا من الألغام الأرضية